وللمزيد حول المساعدات وحركة عبور الشحنات للأشقاء في قطاع غزة يطلعن عليها من العريش الزميل محمد عبدالصبور مراسل التلفزيون المصري زملائي في الاستيديو ومشاهدين الكرام حرقة تدفق مستمرة عبر منفذ رفع الحدود بالتماس مع قطاع غزة نحو ادخال المزيد من المساعدات الإنسانية والغزائية لقطاع غزة انتظار كبير لشحنات المساعدات الإنسانية كما ترى في الصورة في محيط معبر رفع الحدودي هذه الشحنات التي تحمل العديد من المواد الغزائية والإغاثية والدوائية ومختلف المواد في انتظار أيضا الدخول إلى معبر رفع الحدودي كل هذه المساعدات الإنسانية تأتي بالتزامن مع جهود مصرية مكثفة دبلوماسية هذه المرة نحو إبرام صفقة لتبادل الأثرة ومن ثم وقف إطلاق النار ويدخال المزيد من المساعدات الإنسانية على مدار يمكن الساعة هناك تدفق كبير للشاحنات هذه الشاحنة أيضا تخرج الآن من معبر رفع الحدودي باتجاه الأراضي المصرية بعد أن أتمت وأفرغت حمولتها وهي أتي طبعا تبع لي الهلال الأحمر الإماراتي وتحمل العديد من المساعدات الغزائية والإنسانية والدوائية كل هذا بالتزاون مع استقبال مطار العريش لعدد من المساعدات والطائرات وأيضا مين العريش به سفينة تركية وأخرى ليبيا يعني يتم إفراغ حمولتهم على مدار الساعة بالتنصيق مع الهلال الأحمر المصري نعم زملائي هذه هي الصورة الآن حول معبر رفع الحدودي بالتماس مع قطاع غز شكرا شكرا